نعطيكم مسألة كان واحد حاكم روسيا بكري يقوله بريجناف لونيد بريجناف هذا الويد بنجراب كان ايضا مريض ماذا كانوا يقوموا؟ مدونوا واحدة تشكك هو مات في 82 وانتو ما تعفوا بالنظام في 82 وقبل 82 كان عقليا تاوي عقلية تاوي عقليا تاوي روس اغلب هم متكبوين ربما اخذوها من عند الروش ولا انا عقلي هذا يخرجوه يخرجوه الاحتفالات وهو مريض يعطوه واحد تشكك يحرك يدوه إلا بحاجة قليلة ويعودوا ردوه مدينة تومسك مختبر لإعداد أقراص الكريملين القرص فريد من نوعه ليس له اساس كيمياوي ولا يذوب في الجسم وفي داخله حشوة كهربائية القرص نفسه اكبر حجما بقليل من حبة الفاصولية عند دخوله الجسم يشتغل تلقائيا ويبدأ يشع بنبضات كنبضات جسم فتي معافة ليانيد بريجنف رئيس الاتحاد السوفيتي من عام 1964 عام 1964 إلى عام 1982 لقد اجتاز موتا سريريا في عام 76 كان يعاني وهنا وتصلبا في شرايين الدماغ ومات في العاشر من نوفمبر 22 عام 1982 من قصور قلبي في عهد بريجنف اكتسب مفهوم طب الكريملين نفسه مغزا خاصا وكان متوسط عمر اعضاء المكتب السياسي للحزب الشوعي يبلغ نحو ثمانين عاما وكانوا دائما في حاجة الى مساعدة الاطباء في السنوات الاخيرة من حياة بريجنف كان الاطباء في كل مرة قبل خروجه الى الجمهور يعيدون اليه شعوره بواسطة عقاقير طبية قوية المفعول فلاديمير اللينين مؤسس الدولة السوفيتية قاد الاتحاد السوفيتي من عام الف وتسعمائة وسبعة عشر الى عام الف وتسعمائة واربعة وعشرين وقد مرض في مايو ايار عام اثنين وعشرين مرضا شديد الوطأ وبقي عاجزا عن العمل حتى نهاية حياته وكان سبب الوفاة حسب الرواية الرسمية تصلب الشرايين وفي الاشهر الاخيرة من حياته فقد القدرة على التفكير بصورة كاملة تقريبا هذه الصورة التي التقطتها شقيقته بقيت سرية سنوات عديدة كالتشخيص الرسمي للمرض الذي ادى الى وفاته بعد ان نشروا صور الرئيس على الرأي العام ظنوا بان المسألة انتهت وان الرئيس معافة انا اقول ايها الاخوة بغض النظر عن الشخص شخص شخص الرئيس وحد ذاته كشخص وانا اعرف بان كل الناس اللي شافوا الصورة الكبير والصغير غير شافوا بركة داك عرف باللي مريد صح ولا لا يعني اي سنة اسحبك لي عندهم مثال يقول لي كذا تشوف العين ترك السواء كان الناس تسألوا لكن لما شاهدوا عرفوا بانه مريض بعض الناس على بالك المريض لما يكون في تلك الحالة والطريقة للفد بها الكاس نعم حسوا الناس باللي مريض وماذا قالوا؟ قالوا ربي شافيه كشخص مش قالوا ربي شافيه يعني يبقى بالحكم بعض الناس شفاه الله هم الناس عندهم طبيعة يعني كل الناس شفوا ذلك الحالة يدوا بشي الفدها وكذا قالوا ربي شافيه لكن هذوك البوتفليقية اللي أفروا في وقته ودينا السورات قالوا هم الناس يقولوا ربي شافيه لا هم يقولوا ربي شافيه كشخص ولا يقولون أنه لا بد أن يأترم الحكم الجديد خلاص إذا كان الرئيس لا يستطيع أن يرفع كأسا إلى فمه والذي يشف عينه في وجهه في حركة داعه يدرك بأن الرئيس وربما وراء ما وشعر احتجي صالح لي قداموا لا وراء مما كشفوا عن السور عوض أن يتخذوا منها حجة فإذا أصبحت عليهم ماذا إذا كان الرئيس لا يستطيع أن يقوم بنفسه وهو على التلفز إذا معنى ذلك لا يستطيع أن يقوم بأمر أمه صح أو لا هذا هو بحد ذاته يحتاج إلى من يعتني هو بذاته يحتاج إلى من يعتني به يحتاج إلى من يقوم به إذا معنى ذلك الرئيس هذا يطلب له الشفاء ويروح الدار مع أهل أولاده حتى يقضي أمرا كان ماذا مفعولا أما بشيسوس البلاد من جديد فهذا مقالة تكبيرا ولا يمكن لأي عاطل أن يقبل بها